شهدت العلاقات المصرية الموريتانية بعد عام 2013 تطوراً لافتاً وجهداً ملحوظاً حيث تعددت التحركات على مستوى القيادات بين البلدين من خلال الزيارات المتبادلة هذا وسجل حجم التبادل التجاري بين الجانبين ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية تتسم العلاقات المصرية الموريتانية بطابع خاص فالتواصل بين الأشقاء في موريتانيا ومصر كان ولا يزال مثمراً ومستمراً منذ عهد بعيد وظل التواصل المصري الموريتاني قوياً عبر الجسور العلمية واللغوية وبواسطة الدراسة بالأزهر الشريف والجامعات والمعاهد المصرية التي تخرج فيها الكثير من الطلاب الموريتانيين وشهدت العلاقات بعد عام 2013 تطوراً لافتاً وجهداً ملحوظاً حيث تعددت التحركات على مستوى القيادات بين البلدين من أعلى مستوى إلى المستويات التي تليها وذلك من خلال الزيارات المتبادلة في السابع والعشرين من مارس من عام 2015 قام الرئيس الموريتانية محمد ولد عبد العزيز بزيارة لمصر لحضور القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي السادس من أغسطس من عام 2015 اشارك الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة كذلك في الثاني من أبريل من عام 2016 قام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بزيارة إلى مصر التقى خلالها مع الرئيس السيسي حيث تناولت المباحثات سبل دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية وفي الخامس من نوفمبر عام 2017 قام محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا على رأس وفد رسمي بزيارة لمصر للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم أما على صعيد العلاقات الاقتصادية فقد اتخذت هذه العلاقات شكلا مؤسسيا أكثر قوة وازدهارا بدأ منذ عام 2006 بعدما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والفنية بين مصر وموريتانيا وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون السياحية وسجل حجم التبادل التجاري بين الجانبين ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث تعد العصائر والفواكه والخضروات والأدوية من أهم السلع المصرية المصدرة لموريتانيا وفي المقابل تضمنت أهم السلع المستوردة الأسماك والقشريات وبعض المصنوعات مثل الحديد والصلب وتزداد العلاقات في جميع المجالات وعلى كافة المستويات قوة وصلابة ويصبح التقارب بين القاهرة ونواكشوت أكثر فعالية في ظل محيط عربي يسعى للتماسك أكثر منذ قبل لمواجهة التحديات العالمية الراهنة ترجمة نانسي قنقر